موعد طبيب هذه هي ششمة ششمة جاءت إلى استراليا حديثا ششمة عاشت في بلد معتدل مائلا إلى الجفاف شتاء أما في استراليا فهو ممطر مع رياح في بعض الأحيان مما جعل حالة ششمة الصحية غير مستقرة قررت ششمة الذهاب إلى الطبيب تذكرت أنها رأت عيادة طبيب قريبة من منزلها ذهبت إلى عيادة الطبيب وسألت الاستعلامات إذا كان بمقتورها رؤية الطبيب سألت الاستعلامات ششمة إذا كانت قد أخذت موعدا مسبقا لم تفهم ششمة على موظفة الاستعلامات في بلد ششمة يمكن للشخص الذهاب لرؤية الطبيب من غير موعد مسبق تركت ششمة العيادة وهي حائرة في ذلك اليوم جاءت أخت ششمة لزيارتها رانيكا تعيش في استراليا منذ سنتين أخبرت ششمة أختها بكل ما حدث لها في عيادة الطبيب وبدورها ردت عليها بأن النظام في استراليا هو بأخذ موعد لرؤية الطبيب أخبرت رينيتا أختها ششمة بأن عليها أخذ موعد قبل الذهاب لرؤية الطبيب وبعد ذلك اتصلت أخت ششمة بعيادة الطبيب لأخذ موعد لرؤية الطبيب وأخبرت موظفة الاستعلامات بأن ششمة بحاجة لمترجم يجب على ششمة أخذ معها بطاقة الرعاية الصحية وبطاقة النظام الاجتماعي عند ذهابها لرؤية الطبيب العيادة التي سوف تذهب إليها ششمة تستخدم البلغ بلغ سيستم وهذا يعني أنها لن تدفع تكاليف رؤية الطبيب ولكنها بحاجة إلى حمل بطاقة الرعاية الصحية معها وصلت ششمة إلى عيادة الطبيب عشر دقائق قبل موعدها وأبلغت موظفة الاستعلامات عن اسمها ساعدت المترجمة ششمة بتعبئة استمارة المعلومات كانت عيادة الطبيب مليئة بالمرضى مما اضطر ششمة للانتظار لمدة طويلة قبل رؤية الطبيب يسمى الأطباء في استراليا جي بيز وهذه التسمية تعني طبيب عام يجب أخذ موعد لرؤية الطبيب العام وتستطيع طلب مترجم لمساعدتك في التحدث مع الطبيب أحمل معك دائما البطاقة الصحية وبطاقة الضمان الاجتماعي عند زيارتك للطبيب العام من الأفضل لك أن تأخذ موعدا لرؤية الطبيب في العيادات الطبية التي تقدم خدمة البلغ بيلينغ البلغ بيلينغ يعني أنه ليس عليك أن تدفع تكاليف رؤية الطبيب إذا كنت ترغب بزيارة طبيبة وليس طبيبا فيمكنك إبلاغ موظفة الاستعلامات بذلك في بعض الأحيان قد تدفع تكاليف رؤية الطبيب ولكن يمكنك الاحتفاظ بالرصيد وأخذه إلى أقرب ميديكير سنتر وإرجاع المبلغ كله أو القسم منه إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار يجب عليك الاتصال بأقرب عيادة طبية لمنزلك وفي حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 اطلب خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها العيادات الطبية الشعبية وصلت رشمي حديثا إلى استراليا حول موظف الاستقرار رشمي إلى ممرضة الصحة للاجئين الجدد والتي تعمل في العيادات الشعبية تقدم العيادات الشعبية العديد من الخدمات الصحية تستطيع رشمي التحدث مع ممرضة الصحة للاجئين عن كل مشاكلها الصحية من ضمنها الألم الذي تعاني منه في إصبع قدمها وألم أسنانها اتصلت ممرضة الصحة بالعيادة الشعبية قسم الأسنان وطلبت أخذ موعد لرشمي حيث وضع اسم رشمي في قائمة الانتظار هناك وكذلك قامت الممرضة بأخذ موعد لرشمي لرؤية الطبيب لمعاينة إصبع قدمها بوريش ريست هو الشخص المختص بأمراض القدم سألت الممرضة رشمي إذا كانت تعاني من مشاكل في العين حيث إنها لاحظت إن رشمي عندها حاول في العين قررت الممرضة أخذ موعد لرشمي لفحص العين أخذت الممرضة موعدا لرشمي في عيادة الشعبية للعيون لغرض الفحص أعطت الممرضة رشمي ورقة حيث دونت كل المواعيد التي أخذت لها وطلبت من رشمي أخذ معها بطاقة الضمان الاجتماعي والبطاقة الصحية عند زيارتها للطبيب سألت الممرضة رشمي إذا كان عندها أي مشاكل صحية أخرى فإجابتها رشمي نعم قامت الممرضة بأخذ موعد لرشمي لزيارتها في منزلها العيادات الشعبية هي المكان حيث تقدم فيه العديد من الخدمات مثل العناية بالقدم المداواء الفيزيائية معالجة الأسنان معالجة السمع الرحلات التثقيفية وكذلك يمكنك رؤية الطبيب والممرضات المتمرسات خدمات الصحية الذهنية وكذلك تستطيع رؤية الباحث الاجتماعي تتواجد العيادات الشعبية في معظم البلديات قد يتوجب عليك دفع بعض الأجور للحصول على بعض الخدمات في المراكز والعيادات الشعبية والبعض الآخر منها يكون مجاناً إذا كان معك بطاقة الضمان الاجتماعي والبطاقة الصحية إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار يجب عليك الاتصال بالعيادات الشعبية أو بعيادة الطبيب لأخذ النصيحة في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 يمكنك طلب خدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها للطوارئ هذا هو عبد الله وهؤلاء هم أطفاله ليلى وعبد كان عبد الله ينظف الحديقة عندما كان أولاده يلعبون الكرة وفجأة سمع صوت ولده يناديه ركض عبد الله إلى ولده ليجده ملقاة على الأرض ماسكاً بأحدى قدميه وهو يبكي من الألم حاول عبد الله رفع ولده من الأرض ولكن هذه الحركة آلمت ولده مما جعل عبد الله أن يقرر أن يتصل بالإسعاف اتصل عبد الله بالطوارئ وانتظر أن يسأل إذا كان بحاجة إلى إسعاف أو شرطة أو سيارة حريق أخبر عبد الله الطوارئ عن حاجته إلى مترجم وكذلك إلى سيارة الإسعاف طلب المترجم من عبد الله أن يخبره عن كيفية وقوع الحادث وعن عنوان منزله وطلب منه أن يترك ولده في موقعه وأن يضع غطاء على ولده لكي يدفئه بعد مرور 15 دقيقة من اتصال عبد الله وصلت سيارة الإسعاف نقلت سيارة الإسعاف عبد مع والده إلى المستشفى نقلت الإسعاف عبد إلى الطوارئ وأخذت الممرضة بعض المعلومات من عبد الله وسألته عن البطاقة الصحية العائدة لعبد وعن بطاقة الضمان الاجتماعي أيضا أخذت الأشعال عبد ومن ثم عينه الطبيب يمكنك الاتصال ب000 في حالة الطوارئ وطلب سيارة الحريق أو الإسعاف أو الشرطة تذكر أن تبلغ الطوارئ عن كل ما حصل وأن تعطيهم عنوانك إذا كانت الحالة خطرة فسيغبرك المتحدث من الطوارئ ماذا عليك أن تفعل وفي بعض الأحيان يطلب منك أن تبقى على الخط لحين وصول سيارة الإسعاف إذا لم تكن من حاملي بطاقة الضمان الاجتماعي فيجب عليك أن تدفع تكاليف أجور سيارة الإسعاف يجب عليك أن تكون عضو مع قسم الإسعاف في حالة عدم حملك لبطاقة الضمان الاجتماعي إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اتصل بأقرب مركز صحي أو بطبيب العائلة وفي حالة الطوارئ اتصل بالرقم 000 استعم بخدمة الترجمة إذا كنت بحاجة لها